اشتركوا في القناة ونقدر نقدم لك كل جديد ايه هي دوعية استعمال هذا الدواء يستخدم هذا الدواء في علاج مشاكل الضعف الجنسي لدى الرجال يستخدم في تحسين وصول الدورة الضميوية بشكل قوي وفعال لتلك المنطقة يساعد في حل الترابات النفسية النتيجة عن فشل العلاقة الزوجية يساعد في زيادة فترة الانتصاب للتمتع بشكل كبير ايه هي الجرعة وطريقة استخدام هذا الدواء في البداية ينصح بعدم تناول تلك الأقراص قبل استشارة الطبيب أو الصيدلي لا يجب تناول أكثر من كرص خلال اليوم الواحد يفضل تناول الكرص قبل القيام بالعلاقة الزوجية مباشرة مع مراعاة تناول كمية كبيرة من الماء أو العصير يفضل تناول الطعام قبل الكرص ولكن يجب تناول كميات كبيرة من الطعام أو أجابات تحتوي على كميات عالية من الدهون ما هي موانع استعمال هذا الدواء يجب عدم تناول هذا الدواء من قبل الأفراد الذين يعانون من حساسية ضد المكونات الأساسية لهذا الدواء لا يجب تناول هذا الدواء من قبل الأطفال أو المراهجين لا ينصح بالتناوله من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والشرائين ينبغي عدم الإجبال على استخدامه من خلال الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الكبد لا يجب تناول أقراص هذا الدواء ممن يعانون من أمراض نقص المناعة المرضى الذين يعانون من أمراض الكلام لا ينبغي تناوله من قبل السيدات الحوامل وكذلك الأمهات المرضعات ما هي أعراض الجانبية لهذا الدواء؟ قد يسبب هذا الدواء اضطراب في الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى حدوث إسهال أو إمساك قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات معوية شديدة قد يعمل على حد حدوث خلل في عمليات التمثيل الغذائي من الممكن أن يسبب آلام قوية في مفاصل الجسم وجذلك العضلات في حالة الشعور بفقدان جزئي أو كل للرؤية يجب التوجه مباشرة إلى الطبيب المختص قد يؤثر بشكل مباشر على الجهاز التنفسي مما قد يؤدي إلى مشاكل في عمليات التنفس قد يتسبب في ظهور طفح جلدي أو إحمرار في الجلد قد يؤدي إلى حدوث حكة وتورم في منطقة الوجه والشفاه واللساء قد يتسبب أيضا في الإحساس بجفاف الحلق والفم والرغبة في تناول كمية كبيرة من المياه ممكن أن يسبب ضعف عام في الجسم مما يؤدي إلى عدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية قد يتسبب في الأرق وعدم القدرة على نوم متواصل قد يحدث سرعة في ضربات القلب يمكن أن يؤثر على حاسة السمع وفي هذه الحالة يجب التوجه مباشرة إلى الطبيب المعالج قد يسبب شعور بطنين في الأزن قد يؤدي إلى حدوث نزيف في الأنف قد يتسبب في الإصابة بالضوار وارتفاع في ضربات القلب قد يصل إلى الإغماء وفي تلك الحالة يجب التوجه فورا للطبيب المعالج